تم إنجاز هذا التسجيل لصالح مبادرة بصيرة وهي مشروع النص المسموع للأطفال المكفوفين وضعاف البصر مادة التربية الإسلامية الجزء الثاني الصف الرابع الدرس الخامس عشر من أسماء الله تعالى العظيم من الصفحة التاسعة والأربعون إلى الصفحة الثانية والخمسون إن الناظر في مخلوقات الله تعالى من سماوات وأرض ونجوم وبحار وجبال وغيرها يستشعر عظمة الله تعالى وقدرته قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم صدق الله العظيم هذه هي الآية الرابعة من سورة الشورى والعظيم اسم من أسماء الله تعالى ويعني أن الله تعالى له مكانة قال الله تعالى في الآية 11 من سورة الشورى بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير صدق الله العظيم فهو سبحانه خالق كل شيء والمتصرف في هذا الكون قال الله تعالى في الآية 255 من سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم نشاط رقم واحد قال الله تعالى في الآية الأربعون من سورة ياسين بسم الله الرحمن الرحيم ذا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم أستخرج من الآية الكريمة ما يدل على عظمة الله تعالى أولا من مظاهر عظمة الله تعالى الله تعالى عظيم في ذاته متصف بصفات الكمال قال الله تعالى في الآية 11 من سورة الشورى بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء صدق الله العظيم وهو سبحانه عظيم في خلقه وتدبيره قال الله تعالى في الآية السابعة من سورة السجدة بسم الله الرحمن الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه صدق الله العظيم النشاط الثاني أعبر عن عظمة خلق الله تعالى وتدبيره مستعينا بالصور الآتية الصورة الأولى يظهر فيها البرق في السماء الصورة الثانية يظهر فيها دماغ الإنسان ثانيا تعظيم المسلم لربه سبحانه وتعالى على المسلم أن يظهر إيمانه بالله العظيم في أقواله وأعماله وذلك بأولا تعظيم الله تعالى والالتزام بأوامره وجدنا بنواهيه ومن تعظيم الله تعالى أن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الآية الثمانون من سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العظيم ثانيا كثرة ذكر الله تعالى قال الله تعالى في الآية الرابعة والسبعون من سورة الواقع بسم الله الرحمن الرحيم فسبح باسم ربك العظيم صدق الله عظيم ثالثا تعظيم كلام الله تعالى وذلك بتلاوة القرآن الكريم نشاط رقم ثلاثة أذكر مثالا على تعظيم الله تعالى بالجوارح الآتية العمود الأول هي للجوارح العمود الثاني هو المثال أولا الصورة الأولى من الجوارح هي العين ضع مثال على تعظيم الله تعالى بالنسبة للعين الصورة الثانية من الجوارح هي اليد مقابل هذه اليد مثال أتوضأ وأسبح الله تعالى الصورة الثالثة من عمود الجوارح هي الأذن ويقابلها فراغ في العمود الثاني أعطي مثال على تعظيم الله تعالى بالنسبة للأذن ثالثا ثمرات الإيمان بأن الله عظيم عندما يؤمن المسلم بأن الله تعالى عظيم أولا يزداد إيمانه بالله تعالى وثانيا يشعر بفضل الله تعالى على عباده ويشكره على نعمه أبحث أرجع إلى شبكة الإنترنت وأبحث عن خمسة أسماء أخرى من أسماء الله تعالى الحسنة أختبر معلوماتي السؤال الأول أبين معنى اسم الله تعالى العظيم السؤال الثاني أستنتج أثرين من آثار الإيمان باسم الله العظيم ثالثا أبين كيف أعظم الله تعالى في كل موقف مما يأتي الموقف الأول هو نادى المؤذن لصلاة الظهر وأنا في بيتي الموقف الثاني خرجت في رحلة في ربوع وطني وأدهشني منظر جبالها ونباتاتها وأرضها انتهى الدرس أحبائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر